نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء هو القدير يقدر يحول الشر الخير في لحظة لأن يوم عندك ألف سنة وألف سنة كيوم وبعد كده يقول لك الكائن والذي كان والذي يأتي هو أمس واليوم وإلى الأبد هو هو يعني ما فيش تغيير ولا ظل دوران بس قال آية عجيبة لأنك أخست قدرتك العظيمة وملك إيه كلمة أخست قدرتك أصله هو جاء عشان يملك وهم قالوا لا نريد أن هذا يملك علينا كان ممكن يبيتهم لكن ظلم وتزلل ولم يفتح فا وبعدين بعد ما مات وقام قال الرب لربي تعالى اجلس عن يمين طب أنت لغيت الملك يا رب قال لا حتى أضع عدائك عند موت قدميك كلمة أخست قدرتك العظيمة لأنه هو أخلى نفسه وأخذ صورة عبد صار في شفه البشر إنسان لا يصيح لا يخاصم لا يسمع أحد في شوارع صوته كان كشاه سيقل الزر وكناعجة صامتة فين قدرتك يا رب قدرتك سلمتها عند الصليل كانت موجودة آه كانت موجودة لما جوم يقبضوا علي وقلت لهم ما تطلبون قالوا لي ياسوع النصري وقلت لهم أنا هو رجعوا وقعوا بس أنا قدرتي قوتي ركنت على جنب وقلت لهم هذه ساعتكم والسلطان الظلمة خذوا راحتكم لغاية ما تمم الخلاص والفداء وسدد الدين للآب في الغلط اللي فعلته البشرية فهنا بيقولوا لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت لما يأخذ ويملك غضبة الأمم ليه غضبة الأمم دي طبيعة لأن الأمم هم ملكين الأرض ومش عايزين ملك أنا حتى باستغرب أن لما اتولد المسيح وجوم الماجوس يسألوا أين المولود ملك الكتاب يقول اضطرب هيرودس طب ليه حق هيرودس اضطرب عشان فيه واحد جاي يأخذ مكانه الكرسي لكن اللي أنا باستغرب له واضطربت أوروشالين معه طب يا أوروشالين مضطربة ليه مش انتو منتظرين المسيح ايه اللي بيخليكم تضطربوا يا خسارة محدش كلف نفسه راح بيتلح عارف المزمور يقولك ايه سمعنا به في أفراته أفراته اللي هي بيتلح يعني سمعنا ان تولد بيتلح طب ما تروح ايه اللي يكلفني مش وراء روح أعمل ايه ما يتولد ولا ما يتولدش للدرجة دي للدرجة دي يا سكان أوروشالين للدرجة دي يا بنيين الشعب يالي هترفضوا الحجر اللي رفضه البنقون هو ده اللي هيبقى رأس الزاوية هو ده اللي هيملكوا يبيد ممالك العالم هو ده الصورة عشان كده انت قادر على كل شي غضبت الأمم فأتى غضبك كانت زمان تعهد النعمة الأمم بتغضب وتصور وتتكلم ضده ويجدفوا عليه لا خلاص هم غضبوا هو وراهم الغضب الحقيقي اللي على أصله قد جاء غضب الخروف من يستطيع الوقوف غضبت الأمم فأتى غضبك وزمان الأموات ليدانوا بعد الضيقة دينونة الأموات والطعط الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين دول بتوع الضيقة العظيمة الخائفين اسمك الصغار والكبار وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض كل الإرهابين هيهلكوا كل اللي بيعملوا ألائل قلاقل كل اللي عايزين يخربوا البلاد ويخربوا الدول كل اللي بيسخروا أموالهم لوضع عدم الاستقرار في كل مكان كل اللي بيزرعوا شر هيحصدوه هذه معنى كلمة وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض لأن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا ترجمة نانسي قنقر